يا مسائل هنة والفعادة على أحلى وأجمل أخوات في الدنيا إزايك يا حباب قلبي عاملين إيه يا رب كلكو تكونوا في أحسن حال فيديو النهاردة هيكون فيديو حلو جدا جدا فيديو النهاردة هيبقدمه لكي انت يا غالية كله كده حاجات راكية وكله كده حاجات جميلة إن شاء الله هتفيدك جدا وفيه كمان كان فكرة كده في الفيديو سبتهلكو علشان برضو تستفادوا منها أنا حبيت جدا إن أنا بعد كده في كل فيديو إيه رأيكو كترحوا علي كمان إن إحنا نحط فكرة كده في قلب الفيديو علشان كلنا نستفاد منها قبل ما نكمل الفيديو ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو لايكات كتيرة أنا زعلنا منكم الفيديو اللي فات ما جابش مشاهدة خالص طبعا ده بنسبة اللايكات بتاعتكو قاليتوا من اللايكات خالص وأنا زعلت جدا 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 منكم بس أنا برضو يعني هنزل لكم أحسن يعني حاجة علشان أنتوا تستهلوا كل خير مني فكل بطلبوا منكم بس عايزة لايك للفيديو والاشتراك لو أنت أول مرة بتشوف القناة عندي من خلال الفيديو ده يساعدني وجودك معايا طبعا يا غالية وتنور عائلتي الكبيرة وتبقي أخت من أخواتنا وتنضم العائلتنا عائلتنا جميلة أوي عايزين نتم بقى المتين ألف مشترك كده الأيام دي يا رب يا رب يا رب كده نتم المتين ألف مشترك قبل ما السنة تخلص إن شاء الله وده طبعا هيكون بدعمكم لي وبلايكاتكم الجميلة وبكومنتاتكم واشتراكاتكم الحلوة اللي زيكم شكركم من كل قلبي على كل حاجة بتعملوها حلوة معي فيديو نهاردة هيكون فيديو لسيدة هتشوفوا هي السيدة أجنبية هتشوفوا فن تنظمها وترتبها هيكون عبارة عن إيه وكمان هتشوفوا تغييرها غيرت كده تشوي التغييرات هتشوفوها أو حاجات جديدة عملتها في قلب بيتها هتعجبكم جدا جدا والله بس تكمل الفيديو للآخر بجد فيه تفاصيل بجد بجد لو فاتتك مش هتعرفي تستفدي منها تاني كمان كنت زي ما قلت لكم في أول الفيديو كده إن فيه خطوة أنا هعملها اللي هي إيه إن شاء الله هو بأمر الله يعني الأيام الجاية في كل فيديو هنزله لكم هاجب لكم فكرة إيه رأيكم قلولي كده هال الفكرة دي عجبتكم ولا لأ هاجب لكم فكرة إن هي مثلا تقدر إن كنت تتنفيزيها في قلب بيتك فكرة من الدكورات يعني تقدر إن كنت تتنفيزي الدكور ده في قلب بيتك بحيث إن كنت لو حبك تجددي في بيتك وتنظم في بيتك تنظم فيه وتجددي فيه بقلل تكاليف إيه رأيكم في الفكرة دي يعني يعتمر أعمالي يدوية وإنت بقى برحتك إنت حب أنك إنت تبقي تنفيزيها تنفيزيها مش حب أنك إنت تنفيزيها دي حاجة ترجع لك إنت ولكن عشان نقدر كلنا يعني يكون عندنا كمية من الأفقار الهائلة وأفقار الجميلة اللي كنت تقدر تعمليها في قلب بيتك بقلل تكاليف دي كانت فكرة مني مش عارفة هل هتعجبك ولا لا لو عجبتكو دوسوا لايكات وكمان قولولي تحت في الكومنتات أهم من اللايك كمان قولولي تحت في الكومنت هل الفكرة دي عجبتك ولا لا نهارده فيديو نهارده هيكون فيه فكرة برضو حلوة جدا هتعجبك وهتفيدك لتغيير الدكور زي ما انتوا شايفين السيدة اللي معينا النهارده غيرت كده في المطبخ زي نظام بصوصانية بسيطة جدا وتقريبا الجرات اللي هي حطها عامنا زي الكاندي جور بالزبط او الكاندي جور بالزبط اللي احنا بنجيبه ولكن كل الفكرة ان هي غيرت الخطأ بتاعه من اللي هو يكون شفاف إزاز للون جلد فده تقدر انك انت تعمليه حتى لو انت عمدك الجرات يعني مثلا السيدة خلص تقدر انك انت تتغيريها بالشكل اللي انتوا شايفينه طبعا عايزة اقول لكم ان ده اتسألت برضو كتير هو المطابق بتاعتهم بتكون بيضة كده الهال الجدران اللي وراء او السيراميك اللي وراء ده بيكون سيراميك ولا بيكون وراء بصوا هو فيه مش كلهم فيه منهم بيكون الجدران هو هو يعني زي ما هو وفيه منهم سيدات ان هو بيكون وراء زي كده مثلا بصوا هي يعني هي دلوقتي كانت بتعمل اصلا يعني المفروض دوت زي نظام ايه دلفة صغيرة كده حتى فيها كل الحاجة بتاعت المطبخ جنب المطبخ كده يعني فتقدروا انه كنتوا تعملوا كده بالوراء الحائط لو انت حابة مثلا الحيط بتاعتك تغيري منها مثلا في المطبخ او كده تقدر تعملي كده بس فكنت برد بس على الاسئلة اللي فاتتني المرة اللي فات هنا بقى هنيجي لتحت التويلت ده مفروض ده التويلت التاني لان هي عندها تنين تويلت وده هتشوفو دلوقتي معايا في الفيديو بتنظم برضو التنظيم بتاعها فيه ومفروض ان التويلت ده ده التويلت بتاع غرفة النوم بتاعتها هتشوفو دلوقتي برضو وهتشوفو كمان هي بتنظمو ازاي وتجديدها لغرفة النوم بتاعتها كانت عبارة عن ايه او هتبقى عاملة ازاي ده شكلو كده بصو يا حبت شوية ان هي تغير بالالوانات تبقى يعني تدخل فيها اللون الوردي او اللوني بينك زي ما انتم شايفين كنوع من تغير او كنوع من التجديد في التي هنا طبعا زيت مغطر علشان يكون ريحة لتويلت حل وفي نفس الوقت لو تلاحظوو المغطر اللي هي حطته او الغطر اللى هي حطته كان فيه عبارة كده عن حتة خيط علشان بتشرب المغطر دوت وفي نفس الوقت كمان يكون التعتير ده يكون موجود في قلب يكون موجود في قلب التويلت والريحة تكون حلوةNY ده شكل الطويلة طبعا بعد ما خلصته شايفين ترتيبه حلو ازاي وفي كابينة بس كابينة صغيرة مزاي التويلة الكبير اللي انتو شفتوه هنيجي هنا بقى كمان للغرفة بتاعة الغسيل او بتاعة الملابس وطبعا هي هنا يعني في ناس برضو جامعت ما بين حاجتين ان لي ان انا افضي المسحوق بتاعي او فيا دماغ ما فيش دماغ للكلام دوت ان انا فضي واعمل هي بصوا عايز اولوك هي بترجع لازواء وبترجع لاماكن او لمناطق في ناس كتيرة الاماكن اللي بيكونوا فيها يعني هما متعودين على كده متعودين هما يكون عندهم غرفة غسيل ويكون عندهم التنظيم في الغرفة بيكون بالشكل ده اصلا اقول لك على حاجة هي الغرفة بتاعة الغسيل بتكون حطة فيها اه واحدة للتنظيم فليلا ان انا مسلا ما جيبش حاجات اه للتنظيم بتاعة المسحوق بقى او المنظفات اللي انا بستخدمها للغسيل وكده فعملني بس فهي بترجع للاستغلال المساحات الدايئة عندك او الاستغلال المساحات على كل حال عندك في قلب المكان اللي انت هتعملي فيه الغرفة دي اه وفي نفس الوقت بترجع للازواء انت لو حابة تعملي كده هتعملي مش حابة وانت مفضلة ان العيل بتكون بتاعة المسحوق زي ما هي بتعملي كده ولكن احنا بناخد الفكرة مش اكتر ده طبعا دوني وطبعا ده اللي هو اللي مثلا انا بقى الكورة دي اللي هي بتعمل اه في البنيو اه رغاوي كتير اه وكمان لانت سألت عليها قبل كده برضو اه والتاني دوت والتالت دوت اللي هو بتاع تنظيف التويلت وبردو خلطة كده بتاع تنظيف التويلت وانا على فكرة جبتها لكم قبل كده في اكتر من فيديو عدة تقدروا ان كنت تتحمليها برضو في قلب البيت طبعا دي المنشافة والغسالة ودي كانت الغرفة نيجي بقى لغرفة النوم زي ما انتم شايفين هي غرفة النوم عندها كانت باللون الجري حبت ان هي تغير اللون الجري وجابت لها ورق حائط زي ما انتم شايفين باللون السيلفر وبعد كده اه بدأت ان هي تغير في غرفة النوم بصوا داس بري على فكرة جديد اللي هي رشيته على السرير ده داس بري جديد بيفرد لك الملاية على طول او او غدوم او اي حاجة عايزة تكويها بدل من بدل من تكويها ولكن هو يعتبر زي نظام مادة فاردة يعني ان كنتوا بتحطوها على الملابس او على الهدوم او على الحاجات دي كلها بتفرد لك الملابس بتاعتك او الغطا او اي حاجة انت عايزها بس هي فكرتها ان هي زي نظام مادة الفارد مش اكتر فمش بتشغالي المكوى بصوا بها هي هنا الغرفة عندها اه كانت الاول كانت سرير عادي اه وبعد كده جابيته استلس وزي ما انتم شفتوا اي حطت ما بين الاستلس وما بين السرير تلاتة من الطابلو والابجرات زي ما انتم شايفين بجد شكلها حلو جدا فيها لمسة جملية حلوة قوي كمان فكرة السطور اللي هي احطتها فيها حلوة قوي كنوع من الدكور يعني طبعا كل حاجة بتتكلم عن جمالها في شكلها وجمالها وكل حاجة كل حاجة بتتكلم عن نفسها هنيجي هنا بقى للصفرة بتاعتها والصفرة تقداري انت كمان تعملي اه نظام الظهور ده عشان الظهور ما تموتش معايك وفي نفس الوقت كمان تكون محطوطة بشكل منصق وشكل حلو زي نظام اه الظهور اللي احنا بنجيبها من بره زي ما انتو شفتو قسمت كده الفوزة بتاعت الظهور باللز او بالسلوتب وبعد كده بتجيب الظهرة بتحط زهرة زهرة عادي وبتطلع معايها بنفس الشكل اللي انتو شفتوه في الفيديو سواء بقى هي حطته في السلون او في المطبخ او في اي مكان ولكن هي الفكرة هنا ان كانت تتقسميها بس مربعات صغيرة تكون مزبوطة عشان تقدر تديك الشكل الجمالي اللي انتو شايفينه ما يكونش الظهور تيجي كلها على جنب واحد او تكون ميلة في مكان تاني وهكذا فاكيد انتو فاهمين قصدي عايز افكرك يا غالي لو وصلت الحدات هنا من الفيديو لسه محطتيش لايك حط اللايك وكمل الفيديو ان شاء الله هيعجبك والله بوسا يا فكرة الظهور يعني ان كنت تقدر تحطيها في اي مكان هنجي هنا دي الغرفة الاولانية بتاعتها وده كان شكلها مفروض كانت الغرفة كانت تيجي الاول قبل دي يعني قبل المقطع اللي فات بس معلش دي غلطة مني انا دي الغرفة بتاعتها زي ما انتو شايفين في الاول ده كان شكلها او ده كان الستايل بتاعها ولكن زي ما قلتلكو لما غيرتها وحطت السرير التاني ده نفس الوضع والكمود هو هو اعتقد ان هي ما غيرتش في حاجة هنجي بقى للرسبشن عندها كتير قوي عاجبوا المروحة اللي هي في السقف منها مروحة منها سقف شايفين بقى رسبشن عامل ازاي زيها زينا بالضبط يا جماعة البيت بيتوسخ البيت فيه اطفال البيت فيه ناس عايشة زيها زينا بالضبط ولكن انتو شفتوا في الاول الشكل كان عامل ازاي وبعد كده بيكون عامل ازاي وده تقريبا كده في جميع البيوت كلها يعني انت مثلا بتكوني منظفة بيتك ومخليها زي الفل زي الفل وتيجي فجأة تعود انت ولادك وزوجك او انت واولادك عبل ما زوجك مثلا يجي من الشغل فالدنيا كلها بتتركب عليك ده طبيعي جدا جدا ولكن بترجعك لامي الدنيا تاني وبتخلي الدنيا زي الفل الغرض من الكلام ده ايه انك انت تقدر يتنظم بيتك وتنظم حياتك واسلوب حياتك بيدك انت يعني تقدر تعملي كل حاجة بيدك انت انت اللي تقدر تخلقي في بيتك ده الجنة وراحتك وانت اللي تقدر تخلقي في بيتك ده النار يعني والله بجد يعني انت اللي تقدر تكوني حطة كده حاجات حلوة عندك في قلب بيتك وانت تكوني مرتاحة منها وانت اللي في ايدك انك يعني حطة في بالك او حطة في حياتك ان دي شكلها وحش وبالتالي انت اللي هكوني نفسيتك تعبانة فهميني بس هنيجي هنا للحيطة وكانت حطة زي نظام طابلوهات على الحيطة او شكل كده زي نظام اباجورة ولكن هي غيرته هي خلته فعلا اباجورة جابت الشابو دوت وبعد كده جابت فيه الليد ده والليد ده تقريبا كنت قلت لكم فيديو قبل كده برضو فكرته حلوة وعجبتني تقدر ان كنت تعملي كده برضو اللي هو الليد بيشتغل بالرموت او بيشتغل بحجاية مشرط يكون فيه رموت بس تقريبا بيبقى معارو موت وده على فكرة متواجد دلوقتي هقول لكم لتلاتة بكيم عندنا هنا في مصر تلاتة بمئة وعشرين جنيه يعني رخيصة جدا جدا وحلوة جدا انا كنت جبتها قبل كده بس بصراحة ما صورتاش معايكو على القناة التانية بس ان شاء الله هجيبها تاني وهورها لكم ان شاء الله الايام الجاية شايفين بقى بيغير من الشكل بصوا 180 درجة عشان اللي مفيش عنده نور او مفيش عنده حاجة زي كده هنجيبها للشمعدان القيوت الجميل اللي شكله امر ده بصوا بقى شايفين هنا الشمعدان حطيته عادي في حاجة ستلس وحطيته على حمام مية كان شمعدان ابيض وكل اللي عملته بس ضفت عليه الوان اللون اللي هو البنك بس وجابت الشمع زي ما انتم شايفين اللي هي الخيطة بتاعت الشمع وجابت حاجة تكون شكلها حلو اللي هتقدم فيها الشمع وبعد كده على الفكرة ده من برطماني عم كنت عمليه في برطماني وتزينيه وتشكليه زي ما هي معمايته كده وبعد كده عمايتله في يونكا وبقى شكله امر زي ما انتم شايفين وعملت شمعدان ممكن تروح تشتريها من بره بشيء وشويات ولكن انت عملت لها اعادة تدوير واللي شوفها كأنها جاية من بره ايه رأيكو فيها بقى قال عن نفس عجبتني عايفين علشان كده بقولكو وتقدروا انه كنتو تجيبوا اي حاجة او تعملوا اي حاجة في قلب بيتك وانت اللي تزينيها في قلب بيتك بابسط الامور وفي نفس الوقت هتخلق منها حاجة حلوة شايفين بس الشكل الدكور يعني بجد شكله حلو جدا طبعا دي الطرقة وكانت جايبا لها حصول جديد وطبلهات زي ما انتم شايفين وكده يعتبر هي خلاصته فكرة جاية كمان هتعجبكو جدا لكوشنز لو انتم عايزين يخلي كوشنز سادة شكله حلو وتقدر انك انت تعملوا قاعدة تدوير كمان زي ما انتم شايفين بالاسترسط وباي سمغة او باي حاجة بتلزق زي الشمع عشان يكون معايكو بالشكل اللي انتم شايفين خلاص الفيديو اشوفكم الفيديو الجاي ومع استرسط